نور سرى في أرضنا قدين يهدي لكل العالمين سبيلا لينير في الظلومات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إليم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع حصة جديدة من برنامجكم علماء منسيون سنتحدث عن عالم من علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ورائد من رواد النهضة الإصلاحية في الجزائر هو الشيخ محمد صالح بن عتيق رحمه الله عالم جليل أثنى حياته في التعليم والتربية والتعليم والإصلاح حتى توفاه الله تبارك وتعالى ولد سنة ثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد الذي وافق سنة ثلاث عشرة الذي وافق سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وألف للهزرة في ولاية جيجل بقرية العارصة نشأ في عائدة متدينة تحمل لقب هيدوك وهي عائلة يرجع أصلها إلى جد قدم من منطقة الزيبان بولاية بسكران واستقر في ولاية جيجل سعد العاتيق لذلك يقال لعائلته آل عاتيق أو العتقة فنشأ في كنف عائلة متدينة محبة للعلم والعلماء تلقى تعليمه الأول في كتاب قريته فتعلم القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة ثم بعد ذلك كانت له رحلة علمية إلى ميلة وضواحية فدرس على عدة علماء منهم الشيخ المبارك الميلي ومنهم كذلك الشيخ محمد بن عنصر الميلي فدرس العلوم الشرعية واللغوية من نحو وصرف وفقه وبلاغة ثم بعد ذلك انتقل إلى الجامع الأخضر في مدينة قسنطينة حينما انتحق بمدينة ميلكة عمره 19 سنة ثم بعد ذلك انتحق بالجامع الأخضر سنة 26 و900 ألف للميلاد الذي يوافق سنة 45 و300 ألف للهجرة ودرس مدة وجيزة عند العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله وتأثر به تأثرا بالغا ولكن مدة دراسته عنده لم تطل لأن الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله حينما رأى ما فيه من نجابة أرسله للدراسة في جامع الزيتونة وذلك في العام الدراسي 27 و900 ألف للميلاد 28 و900 ألف للميلاد الذي كان يوافق سنة 46 و300 ألف للهجرة 47 و300 ألف للهجرة فدرس عند أكابر علماء الزيتونة منهم الشيخ محمد طهر بن عاشور والشيخ علي النيفر والشيخ محمد النخل القيرواني إلى غير ذلك من العلماء الذين حصل علما غزيرا عنده ثم حصل على شهادة التطويع سنة 22 و30 و900 ألف الميلاد الذي يوافق سنة 51 و300 ألف للهجرة وراجع إلى بلدته للقيام بالدعوة الإصلاحية فاستقر في منطقة الميلية وبدأ دعوته الإصلاحية تحت لواء جمعية العلماء المسلمين الجزائرية فتأثر كثير من أبناء منطقته بالدعوة الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين الجزائرية ولكنه لقي بعض الأذى ممن كانوا يرفضون دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من الطرقيين وأعداء الإصلاح فحينما نال منه الأذى حدث مرة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله فزاره في الميلية مع الشيخ الفضيل ورثلان فتحدث الشيخ الفضيل ورثلان أولا قال له أتريد أن تعمل لك أو لي أو لله فهنا سكت الشيخ محمد صالح بن عتيق لعله يجد حلا لهذا اللغز فتدخل الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله وقال له كيف تقرن عمله لك أو له بعمله لله تبارك وتعالى وهنا بيّن الشيخ الفضيل ورثلان ما المراد قال له إن كنت تريد أن تعمل إن كنت تريد أن تعمل لك فهناك مدرسة في تيزي وزو تنتظر أستاذا يقوم بإدارتها والعمل فيها وإن كنت تريد العمل لي فانتظر حتى أقوم بإنشاء المدرسة في بني ورثلان وإن كنت تريد العمل لله فاذهب إلى مدرسة ابن عباس بولاية بجايفية تنتظرك فاتجه إلى أث عباس ودرس في مدرستها وكانت منارة علمية إصلاحية وهذه المنطقة تميز أهلها على المنطقة الميلية بكونهم تأثروا تأثرا بالغا بدعوة جمعية العلماء المسلمين الجزالية فمعظم أفرادها كانوا يتجهون إلى مدينة قسنطينة لأنهم كانوا تجارا وكانوا يستمعون إلى الدروس التي كان يلقيها العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله في الجامع الأخضر وذلك من حين لآخرة فكان له نشاط كبير في الإصلاح في أث عباس ثم بعد ذلك أرسلته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مهمة دعوية إصلاحية في فرنسا فسافر مع الوفد الذي كان يقوده الشيخ الفضيل والثلاني مع جماعة من علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فكان يلقي دروسا في معهد التهذيب وكذلك أسهم في إنشاء فروع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا وأسهم كذلك في إنشاء بعض المدارس في فرنسا ذهب إلى فرنسا سنة سبع وثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد الذي يوافق سنة ست وخمسين وثلاثمائة وألف لحجرة ومكث سنة ثم بعد ذلك رجع إلى الجزائري سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد الذي يوافق سنة سبع وخمسين وثلاثمائة وألف لحجرة واستقبله العلامة عبد الحميد بن باديسة رحمه الله في مدينة قسنطين وأقام حفلا على شرفه وكان علماء الجمعية الذين حضروا مع الشيخ عبد الحميد بن باديسة رحمه الله في مدينة قسنطين قد طلبوا منه أن يحدثهم عن تاريخ الحركة الإصلاحية في فرنسا فحدثهم عن الجهود الدعوية التي قامت بها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا وحدثهم كذلك عن العقابات التي واجهتهم في طريق الإصلاح وهم يعملون في سبيل الله تبارك وتعالى في فرنسا ثم بعد ذلك رجع إلى الميلية مرة أخرى في المرة الأولى حينما كان يدرس في الميلية كانت هناك مدرسة قرآنية أنشأها برخصة من الإدارة الفرنسية وهذه المدرسة يظهر بأنها لم تكن من المدارس التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين تنظيميا هي كانت مدرسة من مدارس جمعية العلماء لكن لم تكن تابعة تنظيميا لجمعية العلماء بل كانت مدرسة قرآنية فأعاد إنشاءها بالرخصة الأولى التي كانت عنده وهكذا نجد بأن الشيخ بذل جهدا عظيما في الإصلاح والدعوة والإصلاح في الميلية يقال بأن الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله مر بالميلية مرة أخرى حينما كان في رحلة إلى جيجل فمر بالميلية فأشار إليه بعضهم أن يمر على الميلية ولكنه رفض أن يذهب إلى الميلية حتى يرجع أهلها إلى الإصلاح وإلى العلم مرة أخرى لأن الشيخ محمد صالح بن عاتق حينما رحل من الميلية ترك فراغا كبيرا فساد الجهل في تلك المنطقة وانتشرت الخرافات والبدع وهذا الكلام كان قبل وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله سنة تسعين وثلاثين وتسعمائة مألف الميلاد الذي وافق سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة مألف للهجرة فأثر هذا الكلام فيهم وهزهم ودفعهم إلى الأقدام من أجل أن ينصروا الدعوة الإصلاحية وأن يدودوا عن حياظ الإصلاح وأن يقفوا وقفة رجل واحدين مع الشيخ محمد صالح بن عاتق وهكذا الظروف تغيرت فرجع الشيخ محمد صالح بن عاتق مرة أخرى إلى الميلية ودرس فيها ذكر الشيخ محمد حسن فضالة في كتابه من أعلام الإصلاح في الجزائر بأن هذه المدرسة وعيد تأسيسها سنة أربعين وتسعمائة وألف للميلاد الذي يوافق سنة تسعين وخمسين وثلاثمائة وألف لهجرة يعني في الوقت الذي اندلعت فيه الحرب العالمية الثانية والمعروف أن نشاط جمعية العلماء المسلمية الجزائرية قد توقف خلال الحرب العالمية الثانية لا أدري إن كان قد حصل على رخصة فعلا أم أنه كان يدرس بدون رخصة ثم بعد ذلك درس في عدة مدارس لجمعية العلماء المسلمين الجزائرية أشرف على إدارة مدرسة تيارت مدرسة للتربية والتعليم في تيارت تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائرية كان يشرف عليها وكذلك درس في فرع تابع لمعهد عبد الحميد بن باديس في قسنطينة وذلك سنة خمسين وتسعمائة وألف للميلاد وفي سنة تسع وأربعين وتسعمائة وألف للميلاد الذي يوافق سنة ثمانين وستين وثلاثمائة وألف للهزرة أشرف على إدارة مدرسة الإرشاد بسكيكدا وهي مدرسة حرة تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ثم بعد ذلك كلفته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالوعظ والإرشاد في مدينة البوليدة واسمه موجود في قوائم الدعاة الذين أرسلتهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للقيام بمهمة الوعظ والإرشاد في عدة مناطق فكلف بالوعظ والإرشاد في مدينة البوليدة ثم بعد ذلك دعاه أهل البوليدة لأن يبقى عندهم فعين مدرسا في مدرسة حرة تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولما اندلعت الثورة التحريرية كان من المشاركين فيها فأبل بلاء حسنا في نصرتها وفي المشاركة فيها ثم بعد ذلك قام السلطة الفرنسية بسجنه في عدة سجون في سجن البرواقية وفي سجن بوسوي وفي سجن أراكول بوهران وكذلك في زيرالدا وكان آخر سجن سجن فيه هو سجن ود الشحمي سجن فيه وتعرض للإهانة ثم بعد ذلك أفرج عنه في الثالث والعشرين من شهر مارس من سنة 22 وستين وتسعمائة مؤلف الميلاد الذي كان يوفق سنة 22 وثمانين وثلاثمائة مؤلف الهجرة بعد وقف إطلاق النار وبعد الاستقلال عمل أستاذا في التعليم وكان له نشاط علمي ودعوي في المساجد وكان يلقى محاضرات من حين لآخر فاستفاد العديد من الطلبة من علمه وواصل نضاله حتى توفه الله تبرك وتعالى سنة 93 وتسعمائة مؤلف الميلاد الذي يوفق سنة 13 واربعمائة مؤلف للهجرة لم يكن عنده اهتمام بالتأليف وإنما كتب عدة مقالات نشرت في جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائيين وفي غيرها من الصحف الوطنية وكذلك له كتاب مشهور بعنوان أحداث تتعلق بالدعوة الإصلاحية وتاريخ الحركة الوطنية وهو كتاب نفيس قيم عبارة عن مذكرات مهمة تتعلق بتاريخ الحركة الإصلاحية وبتاريخ الحركة الوطنية أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم إنه سميع قريب مجيب سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نور سرى في أرض ناق دينا يهدي لكل العالمين سبيلا لينير في الظلوم